بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم أعوذُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب قال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن العلاء بن المسيِّب ابن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال الإيمان التصديق أن يُصدِّقون بكل ما أخبر الله به وبكل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به يُؤمنون بالغيب يُؤمنون بالغيب بما أخبر الله به وبما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به يُصدِّقون بذلك وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يُؤمنون يُصدِّقون وقال معمر عن الزُّهري رحمه الله الإيمان العمل وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس رحمه الله يُؤمنون يَخشون أي يخشون الله وقد تدخل الخشَّة لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل والإيمان كلمةٌ جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل فالإيمان قولٌ واعتقادٌ وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي لا بد من القول وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم والأتقاد اعتقاد ذلك يقيناً والعمل بمقتضى ذلك وأداء الواجبات والتناب المعاصر قولٌ واعتقادٌ وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي قلتُ أمَّ الإيمان في اللغة ويُطلق على التصديق المحب فقد يُستعمل في القرآن والمرادُ به ذلك كما قال تعالى يُؤمنون بالله ويُؤمنُ للمؤمنين يُؤمنُ بالله ويُؤمنُ للمؤمنين أي يُصدِّق وكما قال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام وما أنتَ بِمُؤمنٍ لنا ولو كنا صادقين وكذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال فقوله تعالى إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات فالإيمان قولٌ واعتقادٌ وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي فأما إذا استعمل مطلقًا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولًا وعملًا اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة رضي الله عنهم فالقد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله إجماعًا أن الإيمان قولٌ وعمل يزيد وينقص وقد ورد فيه آثارٌ كثيرة وأحاديث أوردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري رحمه الله ولله الحمد والمن وأركان الإيمان ستة آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومنهم من فسَّره بالخشيَة لقوله تعالى إنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وقوله تعالى من خشيَ الرَّحْمَنَ وَجَاءَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَالْخَشْيَةُ خُلَاصَةُ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ فَمَا قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللهم اجعلنا ممن يخشاك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف رحمهم الله فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد قال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله يؤمنون بالغيب قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذا غيبٌ كله لابد من الإيمان واليقين والتصديق وكذا قال قتاد بن دعام رحمه الله وقال السد عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن مرة الهمدان عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن كل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به وقال محمد بن إسحاد وقال محمد بن أبي محمد عن إكرماء أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه بالغيب قال بما جاء به يعني من الله تعالى يؤمن بما جاء به من الله تعالى بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان الثوري عن عاصم عن زر رحمهم الله قال الغيب القرآن وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله من آمن بالله فقد آمن بالغيب وقال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام وقال زيد بن أسلم رحمه الله رحمهم الله الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر وكل هذه الأقوال متقاربة في معنى واحد لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به وقال سعيد بن منصور رحمه الله حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا فذكرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به قال فقال عبد الله رضي الله عنه إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بيناً لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية والحاكم رحمهم الله في مستدرك من طرق عن الأعمش به وقال الحاكم رحمه الله صحيح على شرط الشيخين أي البخاري ومسلم رحمهم الله ولم يخرجاه وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة أخبرنا الأوزاعي حدثني أسيد ابن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة حدثنا حديثاً رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أحدثك حديثاً جيداً تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه فقال يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروا لي اللهم جعلنا منهم اللهم ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين ترجمة نانسي قنقر